السلام عليكم صديقي بطل سنة ستة الجميل أهلا بك احنا النهاردة ان شاء الله في تاني درس في الترم التاني عندنا برضو المصرين القدماء زي ما قلت لك في أول درس ان الوحدة برعاية المصرين القدماء طيب احنا هنتكلم النهاردة عن ايه بالزبط هنتكلم المصرين القدماء هل كانوا بيربوا حيوانات ولا لا طيب لو كانوا بيربوا حيوانات في البيت فالحيوانات دي كانت ايه هل مثلا قطة وكلب وطيور وكده ولا كانوا بيربوا تمساح واسد وسيد اشطى وارد تعالى نعرف في فيديو النهاردة هما كانوا بيربوا ايه بالزبط وايه اكتر حاجة هما حبوها لان انت ممكن يطلب منك مهم جدا في منهجنا على الحيوانات في مصر القديمة فالنهاردة هنتكلم ان شاء الله عن هذا الموضوع وبما اننا بقى بنتكلم عن قدماء المصريين فيلا بينا ناخد جرامر ايه الجرامر اللي هناخده اقول لك قدماء المصريين فاكيد الجرامر بتاعنا هيكون زمن الماضي البسيط حبيب قلبي دلوقتي اكيد مكبر صورة ومعلي الجودة ومجهز ورقة وقلم ومركز في الفيديو وان شاء الله كده يكون الداني اللايك الحلوة بتاعته اللي بتدعمنا واللي بتشجعنا وبتخلينا نستمر ويلا بينا يا ابطال نبدأ مع بعض فيديو النهاردة لاتس جات ستارتد موسيقى طيب نبدأ وانت فريش كده في الجرامر على طول والجرامر هتكون ان شاء الله يعني امره سهل جدا لانك يعني دراست الماضي البسيط كتير جدا بص يا ابطال هنكتب كده العنوان بتاعنا زمن الماضي البسيط هو الماضي البسيط خليني الاول اتكلم في وزو وير وبعد كده ابدأ اتكلم في بقية الافعال ازاي بنعملها ماضي بس وزو وير كده تحسون بشوات لوحدهم هو ايه وز وير ده مستر اصلا وز يعني كان وير يعني كان طيب ايه الفرق بينهم الفرق انه وز بتيجي مع اي يعني اقول اي واز انا كنت وبتيجي بقى مع اصحاب الاس هي وشي وقت واي اسم مفرد فنقول هي واز شي واز ات واز وعلي اللي هو اسم مفرد واز هي واز هو كان شي واز ات واز علي واز اما وير فها مستخدمها مع يو يو وير انت كنت مع وي وي وير نحن كنا مع ذي ذي وير هم كانوا ومع اي اسم جمع لما اقول مثلا علي and احمد the boys the girls اي اسم جمع هياخد وير تمام اي واز انا كنت لو انت بقى بتتكلم بواز وير فمش هيجي افعال معاهم يعني مثلا بتكمل جملتك بدون فعل فانا بكلم الناس طبعا اللي بيقولوا اي واز بلاي غلط اي واز بلايد غلط غلطة كبيرة جدا بيقع فيها ابطال سنة ستة انت ممكن تكمل جملتك ب حرف جر اي واز ات سكول انا كنت في المدرسة ممكن تكمل جملتك بصفة ancient Egyptians قدماء المصريون اللي هم جمع كانوا ازكياء فانت بتكون او بتكمل جملتك بصفة بحرف جر باسم حتى لو هيجي فعل فهيكون الفعل ده مضاف له وده هيكون زمن الماضي المستمر اللي هو مش موضوعنا دلوقتي يبقى واز و وير معناهم كان وعرفنا واز بتيجي مع مين وير بتيجي مع مين وعرفنا كمان اهم حاجة انه مفيش اي واز بلايد لان فيه ناس عندها ضمير قوي يعني عايز يعمل لك ماضي ماضي بقى فيقول لك اي واز جبت واز واجيب بلايد ليه ماهو انا بعمل ماضي بقى اي حاجة ماضي بيحطها لا 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 غلط مفيش افعال يا بابا مهواز وير تعال دلوقتي ننفي واز وير تعال ننفي واز وير هو نفي واز واز يعني كان نفيها وازنت مكانش تمام وازنت مكانش طيب وير اكيد نفيها ايه اقول انت ويرنت وير كان او كانوا نفيها ويرنت مكانش يعني انا ممكن اقول مثلا ان انشنت ايجيبشنز قدماء المصريين طبعا طبعا هتكلم عليهم واقول ماضي طيب دول جمع هشتغل على واز ولا على وير لا الجمع يا بابا هشتغل على وير فاقول ان انشنت ايجيبشنز ويرنت ويرنت ما كانوش وليكن مثلا ويرنت ليزي ما كانوش كسلنين ينشنت ايجيبشنز ويرنت ليزي قدماء المصريين ما كانوش كسلنين انا بأن في ان احط ناط بعد وير او ناط بعد واز و تبقى وزن لما اقول مثلا اي وزن انا ما كنتش اتس كول انا ما كنتش في المدرسة يسترداي امبارح خلي بالاك شفت الجمع اللي فيها وز وير مفيش فيها افعال لكن مفيش افعال جد طيب لو انت هتبدأ بوضع في الاول تمام بصوا اي فعلي مساعد في الاول يعني هل انت بتسأل لو انت بتبدأ بفعلي مساعد فانت بتسأل سؤال بهل يعني انا ممكن ابدأ بوضع احطاع في الاول اه بس طبعا مفيش وضع يو مين اللي بيجي مع وضع اي وهي وشي وات قول مثلا واضه واضه هابي او هتقول واضه بلاي او واضه بلايد مفيش افعال مع واضه وير هل هو كان سعيد واضه هنا يعني هل هل هو كان سعيد يا او يا لأ تعمل يس وبعد يس كما وبعد الكامة مقص تقول يس هي واض اي وهو كان سعيد افرد ما كانش هتعمل نو وبعد نو كما وبعد الكامة مقص يعني واضه تبدلهم تبقى he was no he was وتزود اختي no not no he wasn't يبقى was في الاول يعني هل طيب where في الاول يعني هل تمام تمام لما اقولك مثلا where طبعا مفيش where she انا هجيب بعد where اللي يمشي معها زي they مثلا where they او where you where you هل انت كنت where you مثلا tired هل انت كنت متعب yesterday مبارح مفيش افعال مع واضه where زي ما انت عارف علامة استفهام ليه علشان where في الاول يعني هل where you tired yesterday هو انت كنت تعبان مبارح لو ايو هتقول لي yes وبعد كده كما بس انت بتحول you لانك انت اللي بتجاوب فبتقول لي ايوه انا طيب ما تقولش where بقى ليه ما هو ايوه ما بتاخدش وير احنا لسه ايوين ايو بتاخد was yes i was ايوه انا كنت تعبان مبارح you يا بابا في السؤال بتتحول لأي في الاجابة yes i was ايوه انا كنت تعبان افرد ما كنتش تعبان حتقول لي no i ايو هتقول weren't لا wasn't ايو ما بتاخدش where no i wasn't لا ما كنتش تعبان ده لو انت حطيت was where في الاول ممكن تحط اداة استفهام وتسأل بادات استفهام زي what او where او when متى حط اداة استفهام وبعد كده was where يعني ايه مستر يعني مثلا اقول where where اداة استفهام وبعد كده مثلا was وطبعا طالما حطيت was هجيب حاجة بتمشي مع was وليكن مثلا she where was she اين هي كانت ومثلا last week الاسبوع الماضي where was she last week هي كانت فين الاسبوع الماضي عاوز تجاوب هتقول لي she هي was كانت مثلا at school في المدرسة she was at school ده بالنسبة ال was وير وكل حاجة على was وير طيب تعالا بعد كده بقى نتكلم على بقى الافعال ازاي انا بعمل ماضي الافعال اصلا يعني لو عندي الفعل play والفعل go والفعل run والفعل do وهكذا يعني بعملهم ماضي ازاي والله في نوعين او في ضرقتين في افعال منتظمة بتسمع الكلام وهتمشي على القاعدة اللي هي ان احنا هنضيف ed في الاخر وتبقى ماضي زي مثلا cook يطبخ و visit يزور الافعال دي بتسمع الكلام والقاعدة اصلا بتقول يضيف ed فبقى الفعل ماضي cook cocked my mother momty cocked طبخة lunch الغدا او هتقول was cocked احنا قلنا مفيش افعال مع وظوير ما تجيبش وظوير خلاص انا عندي افعال هنا انسى وظوير my mother cocked lunch visit ماضيها اي اولاد visited هنضيف ed في الاخر طيب لو الفعل اصلا جاه لي واخره e زي مثلا الفعل love عاوز اخليه ماضي المفروض ان احنا هنضيف ed بس e اصلا موجودة فهنضيف d بس ويبقى loved طيب لو الفعل اصلا جاه واخره y والله على حسب اللي قابله لو اللي قابله متحرك يعني مثلا play الفعل اخره y وقابله متحرك اللي هو a عارف انت الحروف المتحركة a e i o u الفعل play اخره y وقابله a متحرك في الحالة دي ما فيش مشاكل خالص وضيف ed ومشي القاضة عادي played لعبة played she played tennis yesterday هي لعبة تنس مبارح طيب لو الفعل جاه اخره y بس قبل y حرف ساكن زي مثلا try قبل y حرف r حرف ساكن لأ في الحالة دي انت هتقلب y ل i وضيف ed ويبقى try يتحاول cry يبكي عاوز تخليها ماضي وتقول بكى هو قبل y حرف ساكن ففي الحالة دي هتقلب y ل i وضيف ed وتبقى cried بكى فيما افعال ما تسمعش الكلام تقولك لا يا عم احنا بص احنا كل الكلام اللي قلته دا ميمشيش علينا احنا لنا دماغنا احنا لنا نظامنا ايه نظامكو هو كده يحفظنه زي ما احنا احنا ملناش قاعدة زي ايه زي الفعال go يذهب هل انت منتظر ان انا اقولك go ود ذهب go ونضيف ed لأ ماضي go went جات منين لا هي بتطحفظ كده go went ذهب went عايز تتكلم ماضي يقول went see يرى ماضيها so رأى do يفعل ماضيها did فعلة keep يربي حناخد الفعل ده النهاردة keep يربي ماضيها kept رب زي kept cat ثم رب قطط لمقدماء المصريين عندك have او has ماضيهم had عندك eat يأكل ماضيها ايت ايه ده مفيش ولا فعل مش عالقعدة او مفيش ولا فعل مش عالقعدة تمام دي افعال غير منتظمة regular وزيحة كتير جدا افعال غير منتظمة كتير جدا find found right wrote swim swam no new افعال كتير جدا في الانجليزي غير منتظمة ما بتمشيش عالقعدة طيب دلوقتي انا عاوز انفي الافعال دي انفيها ازاي فwas or where كنا قلنا wasn't or weren't لكن في played انفي ازاي went انفي ازاي لما اقول مثلا she visited her friend هي زارت صديقتها عاوز انفي او اقول مثلا i went to school عاوز انفي انفي الفعل ده انفي ازاي ازاي بانفي الافعال الماضية والله انت بتنفي الافعال الماضية على خطوتين حبيبي ركز لازم تعمل الخطوتين الخطوة الاولى انك تقول didn't اه بص علشان تعمل اي حاجة في الماضي علشان تتصرف في الافعال الماضية انفيها تسأل تعمل اي حاجة فانت لازم تجيب did يساعدك فانا علشان انفي حاجيب did وادف لها not وتبقى didn't يبقى اول خطوة يا عبطال هنجيب كلمة didn't طيب don't ما تمشيش يا مستر وdoesn't ما تمشيش لا didn't طيب بعد didn't ايه الخطوة التانية اللي لازم اعملها ولازم اطبقها وعمني منزاها ان انا احول الفعل لأساسه احول الفعل للمصدره يعني ايه يعني رجع الفعل لمصدره رجع الفعل لأساسه يعني انت اصدك يا مستر ان visited ارجعها ال visit ايوة كده صح وانت ارجعها ال go بالزبط بالزبط تعال انين في she visited her friend هتبقى she didn't visit her friend ايه اللي حصل اللي حصل يا حبيبي ان انا جبت didn't ورجعت visited للمصدر visit كده نفي الماضي اه بس يا مستر الكلام ده ماضي مش كان المفروض اقول visited حبيبي ما ينفعش ده في قاعدة خطيرة بتقول ان did عاوز مصدر طيب تعال انين في i went to school انا ذهبت الى المدرسة هتبقى i ده ماضي ينفى الماضي بايه ابطال be didn't i didn't طيب وبعد كده اقول went لا اقول go رجع للأساس والمصدر i didn't go to school حتى يا مستر لو انا عندي يستردين برح يعني برضو ينفع يعني ينفع go مع يستردين اهو ينفع ازاي بس يا حبيب قلبي انت عملت ماضي فعلا وقلت did خلاص ولكن did قعدتها كده did لما تيجي لازم الفعلي اللي هيجي معها يكون في المصدر طيب يا مستر هو ما ينفعش مثلا اعمل زي علي صاحبي اصل علي صاحبي ده شطور قوي وقال i wasn't to go لأ قول علي بقى ان علي هيغلط وحينقص درجات عارف ليه لان علي اللي قال i wasn't to go جاب فعل اللي هو go مع was وحن اتفقنا كلام في اول الفيديو كده كلام رجالة ان وظور ما يجيش معهم افعال فما تجيبش افعال did اللي لازم يجي معها فعلي في المصدر شفت الفرق الخطير بين وظور وبين did وظور ما تجيبش سيرة اي افعال معهم خالص الا لما ناخد الماضي المستمر هنجيب فعلي وضاف له ing اما did لازم يجي معها فعلي ويكون فعلي في المصدر تمام انا كده عرفت بان في الماضي ازاي طيب يا مستر انا عاوز اسأل حط did في الاول اللي كنا بنعمله في وظور هنعمله في did حط did في الاول بقت هل يعني يا مستر يعني انا لو قلت مثلا did you بقت هل انت اه طيب استنى بقى انا هقول did you at school ايه رأيك رأيه غلط غلط ليه يا حبيب قلبي did did لازم يجي معها فعلي في المصدر عارف الجملة دي من اللي ينفع لها where where ما فيش افعال عندي يبقى وظو where هم اللي يجوا في جملة ما فيهاش افعال تمام لكن انت لو قلت did لازم يجي فعلي في المصدر يعني اقول مثلا did you go to school did you go to school خليها دي خليها تو did you go to school did you go to school did you go to school تمام did you go to school هل ذهبت الى المدرسة افرض اه هتقول yes وكما احنا اتفقنا ان you بتتحول لاي yes i did did you go to school هل ذهبت الى المدرسة yes i did اه رحت او no وكما you تتحول لاي وطبعا ما تقولش did والdidn't no i didn't لأ ما رحتش المدرسة كمان المثال المثال اللي بعد كده هقول did زي اللي هم قدماء المصريين يعني طب استنى بقى مصدر قدماء المصريين فانا هقول كبت غلط ليه غلط كبت ربه قدماء المصريين يا مستر يا حبيب قلبي did عاوزة مصدر did زي كيب هات مصدر did زي كيب did زي كيب لائنز هل هم رب وقسود did زي كيب لائنز افرد ايوة هقول yes yes زي دد ايوة رب وقسود افرد لما عملوش الكلام ده هقول no كما واعمل مقاص no they did وزود اخت no not لان انا بان فيه no they didn't yeah they did او no they didn't طيب ينفع اسأل باداة استفهام اه اداة استفهام زي ايه ابطال زي what to win where how الكلام ده اقول مثلا how بعد اداة لستفهام هات did طب لحظة بقى لحظة طالما قلنا did لازم الجملة دي هيكون فيها فعل في المصدر صح برافو صح how did she go how did she go to school كيف ذهبت الى المدرسة yesterday مبارح how did she go to school yesterday how did she go to school yesterday كيف هي ذهبت الى المدرسة طب عاوز اجاوب هقول she go لأ لأ did مشت انت بتتكلم ماضي بقى yesterday ارجع للقاعدة بتاعتك she went to school هي ذهبت الى المدرسة وليكن buy bus بالأوتوبيس الاجابة buy bus يبقى اداة استفهام how did what did where did when did وبعد كده الفاعل what did you how did she where did they وبعد كده مصدر دد موجودة هاتفعل في المصدر how did she go to school yesterday she went to school by bus ليه في الاجابة قلت went لأني مفيش did did هي اللي كانت مسكانة شوية انا اجيب فعل في المصدر طيب ايه يا مصدر ممكن اشوفه واستخدم زمن الماضي والله حاجات كثير يا بطل زي yesterday بالأمس لما تشوفها فأكيد هتستخدم ماضي او هتقول I don't go yesterday لا I didn't go yesterday انت تكلم ماضي دلوقتي last عيلة last بقى last بيجي بعدها مدة last week الاسبوع الماضي last month الشهر الماضي last friday الجمعة الماضية او تجيب مدة وبعد كده كلمة ago ago يعني منذ فتقول a week ago منذ اسبوع a month ago منذ شهر a year ago منذ عام او تجيب مثلا in the past في الماضي in the past في الماضي he traveled to the usa سافر لامريكا in the past في الماضي او تقول انه سنة عدت زي مثلا in 2020 احنا في 2024 دلوقتي طيب 2020 كانت ماضي in 2020 في سنة 2020 I visited فرنس انا زرت فرنس يبقى انت بتتكلم ماضي او عندك فعلي ماضي في الجملة وبتكمل عليه انت هتكمل ماضي يعني بتقول مثلا I went to school انا ذهبت الى المدرسة ما تقولش بقى and meet لا and met او and I met هت ماضي كمل ماضي انت بدأت ماضي كمل ماضي and I met وقابلت صديقي اوكي فلما اقول مثلا this morning هذا الصباح ابقى بالليل مثلا بقولي يا ده النهاردة الصبح this morning فهتكلم ماضي في حاجات كتير جدا تبين لك ان الكلام ماضي ده كان grammar الدرس تعال بقى يا بطل ننتقل لشريح الدرس ونشوف الكلمات والجمل ونشوف بقى ايه موضوع الحيوانات في مصر القديمة والقدماء المصريين كانوا بربوا ايه بالزبط يلا بينا يا ابطال طبعا اللي متابعني اوي فهو عارف ان انا بعرض الكلمات مش بنفس ترتيب الكتاب علشان كده اللي فاتح كتابي ابطال اقفل كتابك عشان ما تطلخبطش لان انا عرض لك الكلمات بطريقة معينة تخليك تفهم الدرس اكتر تخليك تكون جمل من كلمات متربطة تمام؟ كل مجموعة كلمات كده متصلة بعضها وكون منهم جملة تمام؟ فهيقفل كتابك خالص وركز الاول معايا وبعد كده يا سيد هنفتح الكتاب وقرأ لك الكلمات بترتيب كتابك عندنا يعني 7 الوحدة السبعة listen to الدرس التاني دعنا بقى نشوف اول شريحة عندنا واول حاجة هناخدها هي pets الحيوانات المنزلية او الحيوانات الاليفة pets 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 الحيوانات اللي احنا بنربيها في البيت اسمها pets 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 تمام؟ احنا ايه ال pets عندنا؟ ال pets عندنا ممكن يبقى cat ممكن يبقى dog ممكن يبقى turtle ممكن يبقى fish ممكن ال birds والطيور هي دي ال pets عندنا هل عند قدماء المصريين كان برضو ال pets الحيوانات المنزلية عندهم كده ولا كان فيه كلام تاني طيب تعال نكمل crocodile التمساح ايه دا مستر وانت عاوز تقولي ان ال crocodile التمساح كان pet كان حيوان منزلي بيتربى عند قدماء المصريين ال ancient Egyptians kept crocodiles ربه تمسيح اه هنعرف كده crocodile التمساح crocodile عارف وانا صغير كنت بقى السماء وعد غنيها c-r-o-c-o-d-i-l-e crocodyl تمساح hippo سيد اشطى او فرس النهر هو برضو ده كانوا بيربوه اه كانوا بيربوه برضو they kept hippos hippo 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 سيد اشطى او فرس النهر يقال كده يعني معلومة عنه انه هو اللي اتل الملك ميناء اكيد انت تسمع عن الملك ميناء اللي واحد القطرين بتوع مصر فيقال ان اللي اتلوا كان hippo اه فرس النهر hippo 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 فرس النهر او سيد اشطى hippo وعندنا كمان falcon ايه الفالكون ده لو الصقر falcon هما كانوا بيربوا صقر اه كانوا بيربوا صقر كانوا بحبوا الطيور وبيربوا صقر falcon 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 الصقر وعندنا كمان baboon قرد البابون وكانوا بيربوه انا بشبه عليه لو انت شفت فيلم سيمبا فانت اكيد اتعرف الشخصية دي فالارد ده ارد البابون ده اسمه baboon 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 تمام كانوا بيربوه كانوا بيربوه كانوا بيربوه monkeys and baboons قروض البابون ويه المانكي لو الارد العادي بقى monkey monkey برضو كان بيربا monkey 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 ويه كانوا بيربو طائر اسمه طائر ابو منجل ما عرفش انه بقوله صح كده ولا لأ ابو منجل اسمه بالانجليزي ibis 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 تمام طائر ابو منجل وده طائر بحري شوي يعني بعيش عند البحر ibis 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 طائر ابو منجل ibis كانوا بيربوه برضو ibis يربي بقى يعني keep والماضي kept فعلي غير منتظم زي ما اتفقنا keep kept فدايما لو ما اجي تكلم على الانشانت ايجيبشنز اقول زي kept زي kept زي كبت ربو 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 kept ربا keep kept keep kept keep kept ويبكده جاهزين ناخد اول جملة the ancient Egyptians loved احبوه خلي بالك ده حاجة اساسية انا استخدم زمن الماضي وانا بتكلم عنهم the ancient Egyptians loved animals حبو الحيوانات and kept وربو ماضي يا بابا and kept many وربو حيوانات كثيرة as pets كحيوانات منزلية يعني لو قالك تكلم على animals in ancient Egypt الحيوانات في مصر القديمة ايه الجملة الافتتاحية لانا هبدأ بيها الجملة العامة لانا هبدأ بيها the ancient Egyptians loved animals قدماء المصرين حبو الحيوانات وما زيها يربو حيواناتهم ما بيحبهاش the ancient Egyptians loved animals جملة سهلة and kept وربو many as pets وربو الكثير كحيوانات منزلية طيب عندي كلمة particularly يعني particularly يعني على وجه الخصوص يعني تحديدا ممكن تقول especially برضو تحديدا أو على وجه الخصوص يعني هما حبوا الحيوانات خصوصا الأطط على وجه الخصوص الأطط تحديدا الأطط تحديدا دي بقال هي particularly 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 أو especially ممكن تقول particularly أو especially especially particularly particularly أو especially تحديدا أو على وجه الخصوص شايف المجموعة دي هو ده بقى اللي همني أوي particularly تحديدا على وجه الخصوص أدور أدور يعني يعشق هارفين ده بتعشق حاجة يعني بتحبها قوي مش بتحبها بس لا ده بتحبها قوي أدور أدور والماضي أدورد فعله منتظم آخره إيه فهنضيف دي بس أدور أدور أدورد يعشق أدور أدورد أدور أدورد أدور أدورد لها ديفينيشن لها تعريف أدورد يعني أحب شيئا كثيرا تمام عاشق حاجة كتير يعني حبها كتير قوي أدورد يعني أدورد يبقى أدور يعشق طيب هم على وجه الخصوص أدورد كات عاشق الأطط يعني تقريبا كانت في قطة في كل بيت هنقولي جملة بردو كان عندهم الأطط حاجة يعني يعني حاجة مميزة أوي عندهم هم آه كانوا بربه تمسيحه وسيد إشتا ولكن هم عاشقوا الأطط They particularly adored cats هم على وجه الخصوص هم تحديدا عاشقوا الأطط almost تقريبا almost تقريبا تقريبا يعني الولد ده خلاص يعني حيوصل للنهاية هو almost وصل خلاص تقريبا وصل almost almost there was a cat كان خلي بالك was ماضي there was a cat كان في قطة in almost في تقريبا every house كل بيت تمام؟ تقريبا كان كل بيت في قطة there was a cat there was a cat كان في قطة in almost every house في تقريبا كل بيت believe يعتقد أو يؤمن بحاجة تمام؟ يصدق أو يعتقد أو يؤمن believe والماضي believed فعلي منتظم هنضيف دي بس believe believed believe believed يؤمن أو يصدق أو يعتقد believe believed believe believed look after يعتني بي look after look after look after هي ملهاش علاقة بينظر أصلا look هنا مش ينظر look هنا معناها تغير لما جت لها after look after يعتني بي look after safe يعني آمن safe آمن في أمان safe 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 عندي جملة بتقول the ancient Egyptians قدماء المصريين believed اعتقدوا that أن cats أن القطة looked after them اعتنت بيهم and kept وحافظت أو خلتهم safe في أمان هما كان عندهم اعتقاد كده أن أنا عندي قطة في البيت فالقطة دي يعني أنا مش عند القطة علشان أنا اللي خلي بالي منها لا ده القطة موجودة علشان هي اللي تخلي بالها مني وهي اللي تحافظ علي في أمان هما كان عندهم الاعتقاد ده the ancient Egyptians believed اعتقدوا that cats ان القطة looked after them اعتنت بيهم and kept them safe وحافظت عليهم في أمان طبعا free of يعني خالي من شايف الكون البسكوتة دي ما فيهاش ice cream free of free of خالي من free of pasts خلي بالك في فرق بين pasts و pets pets حيوانات منزلية لكن هنا pasts الآفات أو الحيوانات الضرة pasts وكانت وظيفة وفايدة من فوائد القطة في البيت اللي هي بتاكل pasts الحيوانات الضرة أو الآفات pasts pasts خصوصا بقى الفلاحين اللي بيزرعوا حبوب و grains وحاجات من دي pasts يعني آفات أو حيوانات الضرة pasts 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 rat الفار يعتبر من pasts من الحيوانات الضرة عند الفلاح ممكن يأكل المحصول بتاعه rat 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 الفار rat snake السعبان من الحيوانات الضرة snake 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 cats were good pets القطط كانت حيوانات منزلية جيدة because لأن ايه السبب بقى اللي خلاها good pets والجملة دي حلوة قوي في باراجراف بتاعنا cats were good pets because هي كانت good pets حيوانات جميلة وحيوانات جيدة علشان they clean they clean themselves كانوا بنظفوا نفسهم لو تفتكر في الترم الأول كنا بنقول عليهم independent هما مستقلين مش محتاجين البشر في حاجة they clean themselves هما نظفوا نفسهم and kept the houses وحفظوا على المنازل والبيوت and kept the houses and kept the houses وحفظوا على المنازل والبيوت free of خالية من pests وحفظوا على المنازل والحفظوا 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 على المنازل وال والاغلال. grain 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 grain. ايه هو الغرين الحبوب? seeds from plants. بذور من النباتات. used to make flower. تستخدم في الصناعة الدقيئ. and bread والخبز. تاني. ايه هو الغرين? seeds from plants. بذور من النباتات. used to make. تستخدم لصناعة flower. and bread والخبز. produce يعني ينتج. والماضي produced. 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 ينتج. produce. والفلاح بينتج. صح. الفلاح بينتج. produce. والماضي produced. 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 cats are important for farmers. cats. are important for farmers. مهمة للفلاحين. who produce. اللي بينتجوا. a lot of grain. الكثير من الجرين. الكثير من الحبوب. او الاغلال. تاني. لو انت عاوزت خليها ماضي قول where. cats. خليها ماضي. where. important for farmers. مهمة للفلاحين. who produce. اللي بينتجوا. a lot of grain. الكثير من الحبوب. ايه السبب يعني. بص. the rats. الفقران. didn't eat the grain. مابتكلش الجرين. ليه؟ ليه فقران مابتكلوش الجرين. because the cats eat the rats. لأن القطط بتأكل الفقران. فما فيش فقران خلاص. the rats didn't eat the grain. الفقران لتأكل الحبوب اللي الفلاح زراعها. because the cats eat the rats. لأن القطط بتأكل الفقران. as well as بالاضافة الى. احنا كده بقى حنسيب القطط. خلاص الكلام على القطط. وناخد بقى هما ربوا ايه بالاضافة الى القطط. as well as cats. يبقى as well as معناها بالاضافة الى. as well as بالاضافة الى. هضيف بقى ناس كتير في المصر القديمة. kept. ربوا. monkeys. قرود. and baboons. وقرود البابون. الثاني. as well as cats. many people kept monkeys and baboons. some people even kept stemits. we kept crocodiles. jumps. ربوا. ايه ده? hippos. وافراس النهر. خذ اللى اللي جاية بقى. and lions. واسود. لا ده ده. دي ناس بقى يعني. جابت من الأخر ده. some people even kept orkus. consecnahme. ربوا. crocodiles. Tocracy. chickens.�edia حباس. hippos. افراس النهر. and lions. واسود. طبعا الحاجات دي ضيارة خطيرة دي. دينجرس خطير دينجرس 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 تربي أسد في البيت دا حاجة دينجرس هيبو كروكوضايل كل دي دينجرس خطير دينجرس دافيكلت صعب وبرضو الحيوانات دي صعب انك تعتني بيه it's difficult to look after difficult 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 صعب دافيكلت 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 these animals هذي الحيوانات اللي هي الليون والكراكوديل والحيبوز these animals were dangerous كانت خطيرة and difficult to look after وصعب الاعتناء بيه صعب these animals were dangerous الحيوانات دي كانت خطيرة and difficult to look after يبقى انت كده مستر قلتلي انهما بيربوا cats وفي ناس بتربي monkeys and baboons وفي ناس كمان بتربي lions وحيفوز وكراكوديلز بالضبط popular يعني شائع المنتشر popular 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 وبعد كده عندنا جملة بتقول these animals weren't popular pets طيب الحمدلله مستر طمنتني يعني ما كانوش حيوانات شائعة ومنتشرة ما كانوش كل الناس لازم تربي بقى تمسيحه واسوده لا دا كانت فيها معينة فالحيوانات دي ما كانتش شائعة طيب تمام كويس طمنتني these animals weren't popular pets يلا نقولها تاني these animals weren't popular pets تاني these animals weren't popular pets keep birds as pets يربوا الطيور كحيوانات منزلية هم قدماء المصريين kept هاو الكبت بقى kept birds as pets ربوا الطيور كحيوانات منزلية اه بس الاول الاول اعرف الاول keep birds as pets keep birds as pets keep birds as pets يربوا الطيور كحيوانات منزلية as well يعني ايضا احنا خدنا as well as بالاضافة الى لكن as well ايضا دي بتاكن لحمة وده بيأكن لحمة ايضا يقولها كده I eat meat as well انا باكن لحمة ايضا as well ايضا as well as well ايضا represent يمثل represent يمثل بيمثل فكرة والماضي represented فهل منتظم represent represented represent represented knowledge المعرفة knowledge 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 الكهي راح تفين الكهي مش حنطاها علشان وراها N هي قاعدة كده knowledge المعرفة ايه ده ده النوع يعرف بالزبط ضيف بها L-E-D-G-E تبقى knowledge المعرفة knowledge Decisions القرارات Decisions 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 القرارات Decisions Decisions انك تستخدم المعرفة علشان تتخذ قرارات دي اسمها الحكمة 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 wisdom 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 الحكمة اسمها بالانجليزي ابطال اسمها wisdom وهناخد definition بتاعها حالا تعريف wisdom الحكمة wisdom using your knowledge تستخدم المعرفة بتاعتك to make good decisions علشان تتخذ قرارات جيدة فهدي اسمها حكمة wisdom هيدا كله سهلة جدا بص معي احنا دلوقتي في الطيور صح the ancient Egyptians kept ربوا birds طيور as pets كحيوانات منزلية as well ايضا طيور زي ايه بقى they loved birds too احبوا الطيور ايضا especially خصوصا ايوه ايوه بقى خصوصا ايه falcons السقور and the ibis وطائر ابو منجل which represented wisdom اللي كان بيمثل الحكمة رمز للحكمة الطائر ده سهلة جدا نقول تاني the ancient Egyptians kept birds ربوا الطيور as pets كحيوانات منزلية as well ايضا they loved birds especially احبوا الطيور خصوصا falcons السقور and the ibis وطائر ابو منجل which represented wisdom اللي كان بيمثل الحكمة كانوا بيحنطوا ابو منجل ده thousands of آلاف من thousands of thousands of thousands of انت طرف thousand الف thousand thousands آلاف of من thousands آلاف آلاف آه ايه ده كلمة mami اللي ها الموميا نا اخذها و وماميفايل يحنط وماميفايد مهنط بصفة ماميفايد ماميفايد مهنط تمام ماميفايد محنط الانسان ده ماميفايد مهنت ماميفايد يوجد آلاف من طيور أبو منجل المحنطة هم ما حنطوها هي كمان آه حنطوها في سقارة الوحدة سقارة بس فيها آلاف من طيور أبو منجل يوجد آلاف من طيور أبو منجل المحنطة في سقارة الوحدة هناك كمانات المحنطة في سقارة الوحدة الحياة اليومية الحياة اليومية الحياة العادية الحياة اليومية أنا أقوم النوم أغسل وشي أفطر طبعا بصلي أنزل على المدرسة بحضر دروسي باجي بذاكر بأعمل واجبي بأتراجع تليفزيون بقعد مع بابا وماما بأتغدى بروح أنام يعني الـ Everyday Life بتاعتنا الحياة اليومية Everyday Life ده صديقنا ده يعني هي دي Everyday Life بتاعتهم خلي بألك Everyday اللذقة في بعضها Everyday Life بيصحب النوم بيغسل سنانه بيفطر بيأكل القطة بيلعب بيروح المدرسة بيجي بقى يكنس البيت ويا سلام بقى يتخلص من القمامة ويغسل الطباق وبيستحمى وبيدخلينه وهي بعد كده عندنا After Life اللي هي الحياة الآخرة تمام After Life اللي هي حياة ما بعد الموت After Life After Life وطبعا زي ما احنا عارفين كان القدماء المصريين Ancient Egyptians بيؤمنوا ان في حياة تانية بعد الموت اللي هي After Life After Life After Life After Life ايه دا كله بس سهلة جدا بص All these pets كل هذه الحيوانات المنزلية weren't only important ما كانتش بس مهمة for the ancient Egyptians everyday life للحياة اليومية لمصريين القدماء هي مهمة آه بس مش مهمة بس للحياة اليومية ومال ايه كمان They were also كانت ايضا important مهمة in the After Life في الحياة الآخرة علشان كده كانوا بيحنطوها علشان تبقى معاهم في الحياة الآخرة يحفظوها للAfter Life للحياة الآخرة فهما معتقدين هي برضو زي ما هي مهمة في ال Everyday Life في حياتنا العادية هي تكون مهمة في ال After Life All these pets كل هذه ال pets الحيوانات المنزلية weren't only important ما كانتش مهمة بس For the ancient Egyptians everyday life للحياة اليومية العادية لقدماء المصريين They were also important كانت ايضا مهمة In the After Life في الحياة الآخرة Therefore يا ولاد يعني لهذا السبب Therefore 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 علشان كده أو لهذا السبب Therefore Common يعني شائع أو منتشر أو عادي Common 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 مش حاجة يعني Unusual or extraordinary لا 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 ده هي حاجة common عادية بقى ومنتشرة وطبيعية وشائعة Common الحاجات دي كلها حاجات common يعني ما فيهاش الحاجة اللي هي الغريبة قوي لا common عادي تمام common common شائع Mommies المميوات Mommies 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 المميوات مميا ومميا ومميا يبقوا مميز Mommies Mommies أما mummify يحنط mummify يحنط والماضي شفت الفعل انتهى بواي وقبله ساكن فهقلب الواي لقاي mummified حنطة ومميفايد برضو لسه واخدينها محنط يبقى تنفع فعل ماضي حنطة وتنفع صفة محنط فاكر mummified ابسز طيورة بومنجل المحنطة mummify mummified mummify mummified mummify يحنط mummified حنطة يعني ايه mummify definition بتاعها to cover in oils أغطي حاجة بالزيوت and close والقماش to preserve علشان احفظه for a very long time لمدة طويلة جدا فأنا كده mummified بحنطه أما statues يعني تماثيل statues 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 تماثيل statues 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 statue التمثال لدي ديفينيشن تعريفوا تعريفوا ايه هو التمثال an object هو شيء made of stone مصنوع من الستون من الحجارة or another material او من مادة تانية to look like ليشبه a person شخص or animal او حيوان عملنا حجة من الحجارة تبقى شبه انسان او حيوان فإسمه تمثال تمام او من معدن تاني مش لازم الحجارة هو ده statue التمثال جملة بتقول it is therefore ولهذا السبب common منتشر وشائع ايه هو السبب اصلا مصدر صنان سيد حبيب انه هما بيقولوا ان الحيوانات مهمة في after life في الحياة الاخيرة اه اه كمل it is therefore common فطبيعي عادي to find mummified pets ان تجد حيوانات محنطة and statues وتماثيل of animals لحيوانات in the tombs في المقابر تمام عادي في المقبر يكون فيها حيوان محنط او تمثال لحيوان لان هما معتقدين ان هما مهمين في after life في الحياة الاخيرة it is therefore common شائع to find mummified pets ان تجد حيوانات منزلية محنطة and statues وتماثيل of animals لحيوانات in the tombs في المقابر turtle سلحفة turtle 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 احنا تقريبا كده مستر تقريبا يعني جينا بقى للعصر الحالي طالما بنتكلم على السلحفة فاعتقد دي بتاعتنا احنا يعني بتاعت دلوقتي turtle 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 فعلا احنا جينا للعصر الحالي احنا خلاص كنا مسافرين عبر الزمن وارجعنا تاني 2024 today اليوم people keep اه كيب وحشني كنت عامل اقول kept 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 ربا وانا بتكلم عن زمان لكن دلوقتي بقى نجيت خلاص بقى keep people keep الناس بتربي انا وانت keep pets بيربوا حيوانات منزلية including بما فيها بقى القطط turtles السلاحف fish السمك and birds والطيور فعلا دول اللي بنربيهم which are smaller هم اصغر and easier واسهل to look after انك تعتني بهم زم عن baboons عن قروض البابون and crocodiles والتمسيح ايوه كده جينا بالسهل today people keep pets الناس بتربي pets حيوانات منزلية including بما فيها cats turtles fish and birds which are smaller اصغر and easier to look after وسهل الاعتناء بهذه البابون عن البابون and crocodiles today cats are still popular والنهارده القطط لسه popular محبوبة ومنتشرة تمام today cats are still popular pets in ايجبت في مصر go on a boat ride يذهب في رحلة بالقارب وماضيها طبعا went on a boat ride headings اللي هي العنوين headings headings track خدعة تمام حيلة track 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 become يصبح زي الكاتربيلر دي الدودة دي هتصبح بعد كده butterfly become يصبح و became أصبح become became become became teach يعلم والماضي taught فعل غير منتظم teach taught teach taught teach taught grow up يكبر والماضي grew up grow up grew up grow up grew up fall over يسقط تمام يسقط أرضا يقع fall over fall over والماضي fell over fell over I fell over and hurt my arm أنا وقعت على الأرض وإيه دلعي تعور fall over fell over important to يعني مهم لي تمام وفي important for لو أنت عاوز تجيب اسم فأقول important for important to يجيب بعدها فعل في المصدر important to important مهم to go hiking يتنزه تمام go hiking go hiking go hiking يتنزه سيرا على الأقدام go hiking go hiking الشريح خلصت بقلنا بقى أننا ننتقل للكتاب ونقرأ الكلام ده تاني من الكتاب يلا بطل افتع كتابك طبعا يا بطل اسم الدرس they loved loved they loved animals أحبوا الحيوانات فعندي بقى الكلمات بتاعتي طبعا تمساح crocodile وعندي الثعبان اسمه snake وفرص الله hippo والصقر falcon قرد البابون بابون وقرد monkey وطائرة بومنجل وده أحد الطيور المائية اسمه ibis والفقر اسمه rat الحكمة wisdom والحبوب grain محنط مامي فاعد وتماثيل statues أفات أو حيوانات ضرة past حيوانات أليفة pets وعندي برضو تكملت الكلمات عنوين headings بزور seeds دقيق flower صعب difficult مميوات mummies آمن safe خصوصا particularly أو especially من ثم therefore سلحفة turtle معرفة knowledge خطير dangerous تقريبا almost خدع أو يخدع trick الحياة الآخرة afterlife محبوب popular شائع common قرارات decisions وعندي الأفعال الأفعال المنتظمة الأول يحب بشدة adore والماضي adored يحنت mummify والماضي mummified يعتقد believe والماضي believed ينتج produce والماضي produced يمثل أو يوضح represent والماضي represented يحفظ أو يربي keep والماضي kept يصبح become والماضي became يعلم أو يدرس teach والماضي taught يكبر grow up والماضي grew up يسقط fall over والماضي fell over وعندنا بعد كده تعال كده نبص على expressions التعبيرات هام لي يعني important too يعتني به يعني look after أيضا as well خالي من يعني free of في جولة بالقارب on a boat ride الحيالي يومية everyday life يرد الطيور كحيوانات أليفة keep birds as pets بالإضافة إلى as والأعز يذهب للتنزل go hiking وآلاف من يعني thousands of أوكي أما بقى البوبكوز ده تعال كده نبص على البوبكوز ده مع بعض أول سؤال بيقول there are many in the museum في أي كتير في المتحف they are made of stone ومصنوع من الحجارة أي في المتحف مصنوع من الحجارة طبعا statues التماثيل طيب old people الكبار have and this helps them make good decisions وده بتخليهم عندهم إيه وده بتخليهم أن هم ياخدوا قرارات صحيحة قرارات جيدة فهما عندهم حاجة اسمها wisdom الحكمة the ancient Egyptians used to قدماء المصريين يعتادوا أن different things to preserve them هما إيه حاجات مختلفة علشان يحفظوهم for a long time لمدة طويلة فاعتادوا أن هما يحنطوا mummify mummify falcons الصقور and ايطرة are different kinds of birds أنواع من الطيور يبقى ibses أبو مانجل لكن hippos وسناك وبابون لا مش طيور طيب تعال يا بطل نقرأ النص why were cats لماذا كانت القطط important to ancient Egyptian farmers مهمة لقدماء المصريين أو الفلاحين المصريين القدماء طيب النص بتاعنا مقسم لهادنج سعنوين وتحت كل هادنج في تاكست نص what was the ancient Egyptian's favorite animal ما هو الحيوان المفضل لقدماء المصريين طبعا الكاتس القطط هما ربوا حاجات كتيرة بس القطط كانت مفضلة عندهم the ancient Egyptians loved animals قدماء المصريين حبوا الحيوانات and kept many as pets وربوا حيوانات كتير كحيوانات منزلية they particularly adored cats ثم على وجه الخصوص عاشقوا القطط حبوا القطط جدا and there was a cat in almost every house وكان في قطة تقريبا في كل بيت the ancient Egyptians believed قدماء المصريين اعتقدوا that cats in the autot looked after them اعتنت بهم and kept them safe وحافظت عليهم في أمان they هما لهالكاتس were also good pets أيضا كانت حيوانات منزلية جيدة because they cleaned themselves لأنهم كانوا بنظفوا نفسهم and kept the houses free of وحافظوا على البيوت خالية من pests الحيوانات الضرة like rats and snakes زي الفئران والثعابين this was particularly important ده كان مهم تحديدا for farmers للفلاحين who produced a lot of grain الفلاحين اللي كانوا بينتقوا الكثير من الحبوب the rats didn't eat the grain الفئران ما كانتش بتاكل الحبوب ليه because the cats ate the rats لأن الأطط أصلا كانت بتاكل الفران طيب تمام هل كان في حيوانات تانية تعال نشوف بقى what other animals ما هي الحيوانات الأخرى did the ancient Egyptians keep اللي قدماء المصرين كانوا بربوها as well as cats يبقى أنا هسيب الأطط بقى بالإضافة للأطط many people kept monkeys ناس كتير ربوا الأرود and baboons وقروض البابون some people even kept crocodiles حتى في ناس ربوا تمسيح hippos أفراس نهر and lions وأسود which were dangerous اللي كانت خطيرة and difficult to look after وصعب الاعتناء بها they weren't popular pets ما كانوش حيوانات محبوبة وشائعة أوكي بعد كده بيسألني did the ancient Egyptians keep birds هل قدماء المصرين ربوا طيور as pets as well كحيوانات أليفة أيضا yes they did أيوة the ancient Egyptians loved birds too قدماء المصرين حبوا الطيور أيضا especially خصوصا falcons السقور and the ibis وطائر أبو منجل which represented wisdom اللي كان بيمثل وبيرمز إلى الحكمة there are thousands of mummified ibis في الآلاف من طيور أبو منجل المحنطة انسقراء alone في سقارة الوحدة all these pets كل الحيوانات دي weren't only important ما كانتش مهمة بس for the ancient Egyptians everyday life للحياة اليومية القدماء المصريين ما ليه كمان يعني لا 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 ده كمان they were also important كانت أيضا مهمة in the afterlife life في الحياة الآخرة it's therefore ولهذا السبب أو ومن ثمة common شائع أو منتشر to find mummified pets أن تجد حيوانات محنطة and statues of animals وتمثيل الحيوانات in the tombs في المقابر آخر فقرة what animals are popular pets إيه لحيوانات اللي هي لغاية دلوقتي حيوانات منزلية محبوبة in Egypt today في مصر النهاردة بقى نرجع لـ 2024 today اليوم cats are still popular pets in Egypt القطط لسه حيوانات محبوبة في مصر other animals that people keep today حيوانات تانية الناس بتربيها النهاردة include تتضمن turtles السلاحة fish السمك and birds والطيور which are of course واللي هي طبعا much smaller أصغر بكتير and easier to look after وسهل الاعتناء بها than عن البابون قروض البابون and crocodiles والتماسيح وطبعا بعد كده الجرامر وإحنا شرحنا الجرامر أول الفيديو بس في حاجة كده صغيرة هي مرتبطة برضو بالجرامر بين مايور ونسما فمايور بتقول هاي نسمى did you have did في الأول يعني did you have have فعل في المصدر علشان did did you have a nice weekend هل قضيت يعطل أسبوعية لطيفة قالت hi my yard yes I did I went to الأزهر بارك أنا رحت الأزهر بارك with my family what did you do there شفت السؤال هدا تستفهم وبعد كده did وفعل ومصدر what did you do there عملتوا هناك we had a picnic لما تلاقي did في السؤال جاوب بالماضي طبعا we had a picnic قضينا نزهة then we went on a boat ride وطلعنا في رحلة بالقارب it was great كانت هايلا did you go hiking شفت to go مصدر did you go hiking هل مارستي التنزه والسعير على الأقدام no we didn't لأ we wanted to كنا عوزين but it started to rain بس بدأت تمطر did you have a good weekend وانت بقى هل قضيتي عطلة جيدة قالت no I didn't لأ I fell over أنه قعت and hurt my arm وأصبت ذراعي so I stayed in bed فأعدت في الفراش the whole time الوقت كله وأنا في الفراش طبعا جزء الجرامر بقى وشارح الجرامر كنا شرحنا أول الفيديو بس باقي حاجة سغيرها أول هيا البراجراف تعالنا نبص على البراجراف مع بعض يا بطل ويكون الفيديو خلص animals in ancient Egypt الحيوانات في مصر القديمة تمام؟ بص يا بطل أول جملة هي الجملة العامة حنقول أني the ancient Egyptians قدماء المصريين loved animals حبوا الحيوانات and kept them as pets وربوهم كحيوانات منزلية أبدأ أدخل في التفاصيل بقى زي إيه زي إيه بقى أنا أكمل بيها هما على وجه الخصوص هما تحديدا adored cats حبوا القطط جدا حبوا القطط بشدة زي particularly adored cats طيب تعالنا نتكلم بقى على ال cats there was a cat كان في قطة in almost في تقريبا every house كل بيت في كل بيت تقريبا كان في قطة there was a cat in almost every house طيب إيه كمان they believed زي قدماء المصريين believed اعتقدوا that cats ان القطط locked after them اعتنت بهم and kept them safe وحافظت عليهم في أمان طيب إيه كمان cats wear good pets ليه القطط حيوانات جيدة because they clean themselves لأن القطط كانت بتنظف نفسها and kept houses وكانت بتخلي البيوت وتحافظ على البيوت free of pests خالية من الحيوانات الضرة like rats and snakes زي الفقران والثعابين لغاية هنا لو قالك تكلم على cats بس يبقى لغاية هنا وشكرا وهسكت لكن animals in ancient Egypt الحيوانات في مصر القديمة لأ يبقى أنا هقول حيوانات تانية غير الكات فهقوله بقى as well as cats بالإضافة إلى الأطط they kept هم ربه monkeys وقروض البابون طيب إيه تاني كان بيتربى some people kept crocodiles في ناس رب التماسيح hippos أفراس نهر and lions والأسود طيب يا مصر انت ما جبتش صرت الطيور حاضر they loved birds أحب الطيور تو أيضن especially خصوصا falcons السقور and the ibis وطائر أبو منقل يلا نقولي البراغراف التاني animals in ancient Egypt the ancient Egyptians loved animals أحبوا الحيوانات and kept many وربوا الكثير منهم as pets كحيوانات منزلية they particularly adored cats هم تحديدا عاشوا الأطط there was a cat كان في أطط in almost every house في كل بيت تقريبا they believed that cats اعتقدوا أن الأطط looked after them اعتنات بهم and kept them safe وحفظت عليهم في أمان يعني ما كانوش يا مصر بربوا الأطط علشان كيوت والكلام ده لا 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 هم كانوا فاكرين أن الأطط بتخلي بالها منهم cats were good pets الأطط كانت حيوانات جيدة because they clean themselves هم كانوا بنظفوا نفسهم and kept houses ويخلوا البيوت free of pests خلية من الحيوانات الضرة like rats زي الفقران and snakes والثعابين أبدأ أول إيه كمان مع الأطط as well as cats بالإضافة للأطط they kept monkeys and baboons ربوا الأرود وأرود البابون some people kept crocodiles في ناس رب التمسيح hippos أفرص نار and lions وأسود they loved birds حبوا الطيور أيضا especially خصوصا فالكونز الصقور and the ibis وطائر أبو منجل ووصلنا يا بطل لنهاية الفيديو شكرا إنك كملت الفيديو واستحملت الفيديو الطويل ده ووصلت للنقطة دي ما تنساش بقى تحط اللعك بتاعتك الجميلة قبل ما تقفل هتوحشني كتير يا بطل لغاية ساشنجيه إن شاء الله لنحل فيه ونطبق فيه على الكلام ده لازم تحضر فيديو الحل علشان تشوف التمرين والأسئلة بتيجي على الكلام ده ازاي ودلوقتي هقولك سلام يا بطل جيد باي